تمالوت قرية الظل تنتمي للجماعة الترابية أولاد علي منصور أو ما يعرف بأرض الخمس ببني حسان وهي جماعة ترابية أحدثت سنة 1959 بإقليم تطوان حسب ما جاء في منوغرافيا الجماعة لسنة 2010 وهي الجماعة الجبلية الخضراء التي تصل فيها نسبة الغطاء الغابوي إلى 48% حسب نفس المصدر أعلاه وهي أرض منابع المياه فمنها ينبع وادي الخميس أمسة ووادي تقيقست شروضة ووادي القرار تصفيحت وبهذه الجماعة توجد أعلى جبال إقليم تطوان حيث يصل ارتفاع جبل كيلتي إلى 1926 متر وجبل عليوين 1847 متر ثم جبل زيد وأوديران وتافوغالت وكلها جبال تنتمي للمنتزه الوطني لتلاصمطان تصل مساحة الجماعة ترابية ولاد علي منصور إلى 202 كيلو متر مربع وهي من أكبر الجماعات بإقليم تطوان مسالكها وعرة وقراها عديدة أقربها إفرط وأبعدها تمطروس أشهرها تمالوت وحلابا وماغو ثم جبالا وكنفيس وتازرت وإزرياح والعديد من القرى الأخرى التي جعلت من أجمة وسفوح جبال خمس بني حسان مستقرا لها الفيديو من تقرير صفحة تطوان جيو وأعداد قناة ميكس جبالا تيفي إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ميكس جبالا تيفي وصفحتنا على الفايسبوك تيتفراح وانتظرونا مع فيديو جديد ومنطقة أخرى